هذا ويحظى قطاع الاسكان في مملكة البحرين بدعم متوصل من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة حثيثة من قبل سمول العهد رئيس مجلس الوزراء تلبية لتطلعات المواطنين باعتبارهم الركيزة الاساسية لعملية التنمية يحظى الملف الاسكاني بدعم كريم من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي يحرص دائما على التوجيه بتحقيق العيش الكريم للمواطنين من خلال سرعة الانجاز في المشاريع الاسكانية وهو الامر الذي تتخذه حكومة مملكة البحرين بقيادة سمول ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حافزا ومشجعا لها وفي اجتماع مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمول الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصياغة حلول مبتكرة للاسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وثيرة الانجاز من اجل توفير السكن الملائم وتعزيز كفاءة الخدمات الاسكانية المقدمة لابناء الوطن اعلن مجلس الوزراء اطلاق برنامج التمويلات الاسكانية الجديدة باطافة برنامج تسهيل الذي يوفر ثأث خيارات تمويلية جديدة وذلك تلبية لتطلعات المواطن باعتباره الركيزة الاساسية لعملية التنمية والبناء في المملكة الحلول التطويرية التي تم الاعلان عنها تأتي بعد جهود حثثة لما التمسات الحكومة الموقرة من تحديات وحلول خاصة لقوائم الانتظار الاسكانية وطلبات الجديدة حيث ان ما تم الاعلان عنه من تفاصيل في برنامج التمويلات الاسكانية الجديدة يشكل دفعة ايجابية وقوية للملف الاسكاني بعد ان اتاح البرنامج العديد من الخيارات التي تجعل المواطن البحريني يستفيد من الخدمة الانسبلة وفق الشروط والمعايير والمميزات في كل جزئية من البرنامج المعلن هذا التطور السريع في الملف الاسكاني سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خاصة وانها تدفع القطاع الخاص بايجابية في بعض جوانبها كتنشيط السوق العقاري ومستلزمات البناء والتأثيذ وكل ما هو مرتبط بالسكن مما يحقق فائدة مشتركة لكل الاطراف في المجتمع ويحقق في كل الاحوال الحياة والعيش الكريم للمواطنين واسرهم في السكن الملائم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة